تحية صباحية مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة أحوال الطقس التي تطل عليكم من قناتكم قناة الوطنية الجزائرية مشاهدين الكرام نستهيل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة اختنهالكم من غابة السنوبر ولاية التيارت التي تشهد إقبالا كبيرا للزوار في مختلف فصول السنة بنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله الجمعة بعد ظهيرة يوم الجمعة بحول الله دائما حسب آخر النماذج إذن كما نلاحظ على الشاشة أجواء غائمة أمطار عادية معتبرة محليا على ولاية تلمسان سيدبل عباسة عينتي موشنت على أشلف عند فلاتي سمسيل تأتيارت البويراتي زيوزو المسيلة وحتى على ولاية المدية كذلك ستكون حاضرة على ولاية بسة على سطيف باتنا خنشلة كذلك على الجلفة البيض والنعمة الأمطار كذلك ستخص بعض الولايات الجنوبية على ولاية بشار على ولاية تيندوف وحتى على ولاية تامنراست وولاية برج باجي مختار الزوابع رملية كذلك ستكون ناشطة بوسط الصحراء عين صالح وحتى على ولايتي أدرار وتيندوف أين تصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة فالحيطة والحذر لمستعملي الطرقات عن درجات الحرارة المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله بعد ظاهرة يوم الجمعة بحول الله إذن تبقى دائما درجات حرارة مرتفعة نسبة رتوبة رح تكون عالية خاصة على الولايات الساحلية وحتى على الولايات الداخلية إذن هنا نسجل مقياس 30 درجة على الجزاء العاصمة بومرداستي بازا وحتى على ولاية البليدة ترتفع إلى 36 درجة مئوية على ولاية وهران مستغانم أم عسكر نفس المقياس كذلك على ولاية لمسان سيدي بالعباس عينتي موشنت كذلك 36 درجة مئوية منتظرة على ولاية قسنطينة قلمة سوق هراس تبسة 33 درجة مئوية نسجلها على جل ولايات الهضاب العليا 41 درجة مئوية كأعلى مقياس على الولايات الشمالية على ولاية الشلف عند فلاتي سمسيلت تيارت من 38 إلى 40 درجة مئوية نسجلها على ولايات شمال الصحراء 43 درجة بوسط الصحراء عين صالح وفي الأخير 45 درجة تحت الظل كأعلى مقياس على ولاياتي أدرار وتندوف بالنسبة للملاحة والصيد البحر هاليوم إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الجمعة بحول الله إذن حالة البحر سيكون من مضطرب إلى قليل الاضطراب مضطرب خاصة على السواحل الشرقية للوطنين تتعدى سرعة الرياح 35 كم في الساعة مع اتجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله ذلك على طول الشريط السحي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضوحيها إذن عن غروب الشمس سيكون في حدود الساعة السابعة مساء و18 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابع والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي جمعة مباركة وفي أمان الله اشتركوا في القناة